الناس كتير يسألوني احنا نذكر ازاي الميكروبيولوجي دي معقدة جدا والأخبطة والإيمينولوجي صعب لا فيجي حاجة صعبة عشان تذكروا انا اقول لكم الطريقة اللي انا كنت بذكر فيها وانا اطالب زي هوكو اقول لكم دلوقتي المستجدات عشان تبقى كويس قوي في الإيمينولوجي او في الميكروبيولوجي كبكتيريا كفيروس كفانجس كل واحد لازم يبقى ليه صاحب وصاحب كويس يعني او موزة كويسة ويقعد يتفقوا على معاد هيبتعنوا بعض في الكوكاي مثلا او في الاميون والاميون مثلا وبعدين يجوا يتقابلوا مع بعض وكل واحد يسأل التاني يسأل التاني زي ما كنا بنعمل هاتبوصلان معلومة مسكت في دماغ